أهلا بكم خسائر اقتصادية باهظة تكبدتها إسرائيل خلال العدوان الوحشي الذي تشنه على قطاع غزة حيث يبدو الاقتصاد الإسرائيلي في أسوأ أحواله بعد نحو عام من العدوان على غزة تواجه إسرائيل أكبر تحدي اقتصادي لها منذ سنوات وتظهر البيانات أن اقتصاد إسرائيل يشهد أشد طباط بين أغنى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD النتج المحلي الإجمالي في إسرائيل انكمش بنسبة أربع وواحد من عشر في المئة في الأسابيع التي أعقبت أحداث السابع من أكتوبر لعام ٢٠٢٣ واستمر الانحدار حتى عام ٢٢٤ حيث انخفض بنسبة واحد وواحد من عشر في المئة وواحد واربع من عشر في المئة إضافية في الربعين الأولين كان اقتصاد إسرائيل ينمو بسرعة قبل اندلاع العدوان وذلك بفضل قطاع التكنولوجيا إلى حد كبير حيث ارتفع مصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد بنسبة ٦٨٪ في عام ٢٠٢١ واربع وثمانية من عشر في المئة في عام ٢٠٢٢ لكن الأمور تغيرت بشكل كبير بعد اندلاع العدوان على غزة حيث قام بنك إسرائيل بمراجعة توقعاته للنمو إلى ١٥ من عشر في المئة لعام ٢٠٤ نزولا من ٢٨ من عشر في المئة والتي توقعها في وقت سابق من العام معطيات بنك إسرائيل ووزارة المالية الإسرائيلية أظهرت أن تكلفة العدوان منذ أكتوبر ٢٠٢٣ حتى نهاية مارس ٢٠٢٤ بلغت أكثر من ٢٧٠ مليار شيكل أي ما يوازي ٧٣ مليار دولار وهذا يعني أن إسرائيل ستواجه خيارات صعبة حول كيفية تخصيص مواردها حيث قد تحتاج إلى حفظ الإنفاق في بعض مجالات الاقتصاد أو تحمل المزيد من الديون ومن المعروف أن زيادة الاقتراض من شأنها أن تجعل أقصاد القروض أكبر وأكثر تكلفة لخدمتها في المستقبل كذلك كان للعدوان تأثير عميق على قطاعات محددة من اقتصاد إسرائيل حيث تباطأ قطاع البناء بنحو الثلث في الشهرين الأولين من العدوان كما تضرر قطاع الزراعة حيث انخفض الإنتاج بنحو الربع في بعض المناطق وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 60 ألف شركة إسرائيلية قد تضطر إلى الإغلاق في عام 2024 بسبب نقص الموظفين وانقطاع سلسلة التوريد وتراجع ثقة الأعمال في حين تؤجل العديد من الشركات مشاريع جديدة كما أن السياحة تأثرت بشدة أيضا حيث انخفضت أعداد السياح بشكل كبير منذ بداية العدوان ويواجه واحد من كل عشرة فنادق الآن احتمال الإغلاق تداهر الوضع المالي في إسرائيل دفع وكالة التصنيف الاعتمالي الكبرى إلى خفض تصنيف البلاد حيث خفضت وكالة فيتش درجة إسرائيل الاعتمالية من A بلس إلى A وذلك في أغسطس الماضي حيث توسع العجز المالي إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 هكذا ومع استمرار العدوان فإن المخاطر الاقتصادية المحتملة المرتبطة به سوف تتصاعد بشكل متزايد علاوة على ذلك فإن محركات النمو الرئيسية للاقتصاد الإسرائيلي وخاصة لاستهلاك الخاص والاستثمار وصلت إلى طريق مسدود يبقى الاقتصاد وقدرته على الصمود رقما صعبا في معادلة استمرار العدوان من عدمه